اهلا بكم مشاهديا مرة تانية وطبعا بنشكر مراسلينا واشرف عبدالوهاب بالذات بنشكرها التقارير ويمكن كمان بنشكر كبار السن اللي نزلوا هم تعبنين عشان يدلوا بأصواتهم دي حاجة جميلة جدا وكمان تعامل القدوة معاهم والتعاون وانه افساح الناس للمجال للناس فوق الستين ده شيء جميل وتجربة اعتقد انها اول مرة تحصل في بلدنا الانتخابات بهذا الجمال نتمنى بقى انه الانتهاكات توقف والمواضيع توضح شوية لو اتكلمنا عن الامتخابات قبل صورة 25 يناير كانت الانترنت نوع من الرفاهية في مصر لكن بعد صورة 25 يناير اتضح انها ما بقيتش رفاهية اتضح انه بقى ناس كتير جدا بتستخدمها ومواقع التواصل الاجتماعي ويمكن اشارها على اطلاق فيسبوك هو كان يعني الشرارة اللي جمعت الشباب مع بعضه ودعوا بعض انه هم ينزلوا يوم 25 يناير الانترنت دلوقتي دخلة في الانتخابات وكلنا مفروض ان احنا نفحص ارقامنا النهاردة تاني يوم في الحلقة التانية مفروض نفحص الرقم القومي بتاعنا على الانترنت نتكلم على الانترنت والتفاصيل مع استاذ محمود فؤاد الصحفي ونائب رئيس قسم الانترنت بالقرام صباح الخير صباح الخير تكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي دورها في 2011 اهم من اي فترة في حياتنا ويمكن قادتنا لأول انتخابات حرة في تاريخ مصر من ايام الفراع ده اكيد اوه زي ما حضرت تفضلت بالكلام قبل عام 2011 وقبل الثورة 25 يناير كان دورها للتواصل والتقارب يعني والرفاهية اكتر رغم ان كان في بعض الحركات السياسية استخدمها المدونون واستخدموا الصفحات الفيسبوك وتويتر لكن بعد 25 يناير وخاصة في الانتخابات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بتلعب برضو بتواصل دورها دورها القوي يعني من اهم ال... يمكن تويتر بالذات عشان الرسائل القصيرة اه اسرع كتير فيمكن اللي بيقعد دورتي خلاص الحمي ما بداش ننفع من جير تويتر انت قاعد شلال من الاخبار نازل عليك بالضبط هو تويتر بيعتبر من المواقع اللي بتسهل عليك عملية نقل الاخبار يعني في لحظتها واسرع شوية من الفيسبوك ويمكن ده ساعد مبارح كمان بالنسبة لحالات التسمم الف سلامة على المعتصمين من مجلس الوزراء ده ساعد جدا مبارح انه الموضوع يعني الخبر ينتشر بسرعة جدا ويتم تدرج الموقف وفتح الميدان تاني بعد اغلاقه يعني برضو التكنولوجيا مؤثرة جدا فعلا وكان برضو دوره قبل الحادث دوت كان في الاحداث الاخيرة استطاع ان هو ساعد الاعتداء المتظاهرين قدروا الناس تتلموا وتنزل تاني وتوصل وتأيد تتجمع في ميدان التحرير فهو اسرع في النقطة دي لان فكرته ابسط لكن بالنسبة ل تطبيقات يمكن اجدت كمان انه تصور وفي نفس اللحظة تروح نقلها على طول على الانترنت وانت بتصور بالضبط بالضبط دي دي حقيقية وطبعا بيبقى في النقطة دي بتتعاون مع موقع زي موقع اليوتيوب بترفع عليه اللي انت صورته وتعمل لينك على التويتر فبيدي سرعة اكتر فيه برضو بالنسبة للفيسبوك بيستخدم كويس قوي في الانتخابات الحالية الفيسبوك داير عليه صراع انتخابي زي اللي داير في الشارع دي الوقت يعني مثلا فيه عدد كبير قوي من المرشحين بيقوموا بانشاء صفحات ليهم على الفيسبوك وصفحات يعني مدعمة بيعملوا لها اعلانات على الموقع الرسمي اعلانات بالتكاليف عشان تقدر توصل للمرشح بصورة اسرع تمام اه ويعني المواقع دايت يعني ليها مؤيدين وليها بيدور عليها حروب تأييد وحروب يعني منوشات كده ما بين مؤيد والمعارض وكمان بيبقى فيه رصد للانتهاكات يعني انا شفت انتهاكات اللي هو ما تبع المواقع الرسمية للأحزاب بترسل انتهاكات الأحزاب التانية ويعني بتطلقها وبتشيرها للناس كلها ان هي تشوفها طيب خلينا نتكلم عن المعركة الانتخابية وعندنا ظاهرة جديدة خالص انه ناس قاعدة بلابتوبات وتليفونات وايباد وبتاع قدام اللي جان كلها وبيستخدموا دا على اعتبار انه فيه جزء كبير جدا من الشعب سواء يعني شيء نعم ابينا عندنا نسبة جهل وأمية كبيرة وفيه ناس كبار السن ما مهماش متعاملين خالص مع التكنولوجيا دا هما اخر التعامل بيبقى مع التلفزيون بيتم استغلال دا حضرتك شايف الظاهرة المتفشية دي ازاي ممنوعة دلوقتي ما بينقصين كنا ممنوعة والجيش بيقبض على اي حد بيلاقيها بلابتوب قداما يا لجنة مفروض دا حقيقي دا حقيقي دا حقيقي لسه كنت اقول لحضرتك دي يعني السلبية الوحيدة الموجودة من المرحلة الاولى للمرحلة التانية والله اعلم ان تستمر المرحلة التالتة ولا لا هي كسر حاجز الصمت الانتخابي والتكنولوجيا زي ما هي دخلة في كل شيء ايجابي بتدخل في كل شيء سيء وعلى فكرة صمت الانتخابي دا ممكن يسري على التلفزيون بس للأسف برضو على التلفزيون ده قطي خلاص مبقاش حد مبتزم بي ولا بقى يعني ولا الاهوان ولا الليبراليين ان كل الناس خلاص مش فارق معها الصمت الانتخابي ومحدش بيتكلم عنه وكأن محدش شايفه مع ان كلنا شايفينه كلنا شايفينه كلنا شايفينه كلنا حسين دي التواصل بقى الاجتماعي اللي على الانترنت هل ده يدخل برضو في نطاق الصمت الانتخابي لغاية يعني وحضرتك مفروض الصمت الانتخابي قبل معادة الانتخابات بيومين حضرتك لغاية دلوقتي اللحظة اللحظة اللحن موجودين فيها حضرتك قدش على أي صفحة لأي مرشحة هتلاقي الدعاية شغالة وموجودة فده كسر الحاجز الصمت الانتخابي نفس القصة بالنسبة لي موضوع الأنصار ومرشحين وخاصة الموضوع ده بيجي من أنصار القوائم يعني مرشحين على القوائم أكتر من الفردي بيبقوا موجودين وقاعدين باللادتوب مستنيين الناس مش عارفة فين اللجنة بتاعته أو زحام بطء كده فعايزين يعرفوا المكان أسرع فبيقدم له خدمة ظريفة أو شكله شيكو محترم يجي يبص عليها ويعرف المعلومة بتاعته ولكن معاها تفضل حضرتك المرشح بتاعنا انتخبه واخد بقى حضرتك فده فوق البيع يعني الخدمة وصد خدمة عشان برضو اللي نزل يعني بيقولوا ان فيه ناس كده نزل عشان الـ 500 جنيه فيبقى بالمرة اللي هو إيه بزلط بزلط فزا ما بقول لحضرتك يعني التكنولوجيا الحديثة زي ما هي بتشارك في كل شيء إيجابي برضو بقى ليها دورها في الاستجنام السلم هو التكنولوجيا الحديثة دي بقى ليها دورها في كل حاجة بره ويمكن الانتخابات الإيطالية الأخيرة اللي صفت فيها برسكوني تم استخدام فيها الانترنت في الانتخابات بقى بشكل عاملين الناس تصوت على الانترنت والكثير من الخبراء طالبوا انه لي من صوتين الناس ما تصوتش على الانترنت على طول بدل بقى القصص اللي احنا عايشين فيها كلها فكان الرد غريب انه لا احنا لسه مش وصخين في ان دا هيبقى يعني هيؤثر ولا مش هيؤثر على نزاية العملية الانتخابية هل الشكل اللي عملته ايطاليا دا واللي بتعمله دول كثيرة في الاعلام ما كانش ينفع يتطبق عندنا لا هو ينفع يتطبق في مصر طب ليه؟ يعني وانا استحضرني نقطة ساعة لما كان الكلام كله في ساعة التصويت المصريين في الخارج كان الكلام قابليها ان احنا مش مستعدين لهذه المرحلة ولكن تمت لكن المرحلة دي تمت وتمت دي مفروض في وقت قياسي وفي وقت قياسي فاحنا لو نقدر لو عايزين حاجة هنعملها لو عايزين حاجة هنعملها واحنا كان لنا تجارب طب ايه السر في انه يعني يعني حالك شايف ايه اللي ممكن يكون السبب في رفض تطبيق هذه التجربة مع انه يعني الطبيعي جدا ان احنا اول مرة نعمل ده فطبيعي ان احنا نروح للناس الدول اللي عملت ده المتخصصة واللي عندها كبرا اوه فين الناس اللي انت عملت لكم ده تعالوا عملونا زيه نقل التجارب اوه ممكن يكون المسألة تكون مرتبطة بديئ الوقت اوه ان المسألة محتاجة برضو ان يكون عندي اعدادات واجهزة زي سرفرات بصورة كويل ان حالك بتتكلم على يعني حوالي خمسين مليون ناغ فيعني محتاج سيرفر قوي اكتر من سيرفر طبعا بمواصفات معينة طب مرحلة الاولى يعني وقع السيرفر كده بالنسبة للموقع بالنسبة للموقع بالنسبة للموقع اللجنة الاولية للانتخابات وقع الموقع وناس كتير برا مصر ما عرفتش توصل ان هي تعرف ويمكن ده اثر على نسبة كبيرة ان هي ما عرفتش تدخل في الموضوع لانه فيه كان فيه نتغزم يعني طبعا ده في حد ذاته بيبين اهمية الانترنت يعني الموضوع ده في حد ذاته بيبين اهمية الانترنت ازاي السيرفر ايه سبب ان هو يقعد الضغط الشديد عليه يعني وده معناه ان فيه مستخدمين كتير فالضغط الشديد دوت هو اللي بيقدي ان كله داخل في وقت واحد هو ببساطة جماعة ايه كمبيوتر في الدنيا ليه قدرة على ان هو يستقبل المعلومات ويردها لكن لما يستقبل